اهلا بيكم معيكم نيسرين من قناة هند ميت كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة جديدة. ايه غرزة لشيل مسلس. الحقيقة هو مش مسلس اه زي اللي احنا عارفينه. هو عامل زي الهرم المدرج زي ما احنا شايفين كده بالتدريج. وفي نفس الوقت كمان عليه رسمة قلوب. اه طبعا يعني نقدر نسميه بقى زي ما احنا عايزين شال القلوب او الهرم التدريجي ايا كان اسمه هي الغرزة جديدة وبسيطة. وسهل لو بتتعامل من تقرار سطرين بس. اتمنى من ربنا انه هتعجبكم. آآ ياريت بقى اللي حابب يتباني على الجروب بتاعي على الفيسبوك هو بنفس اسم القناة. وكمان برضو على الانستجرام. آآ هتلاقوا اللينكات بتاعتهم في اللمحة بتاعت القناة. ما تنسوش بقى لايقات كتير على الفيديو. يلا بنا نبدأ نشوف هنعمل الغرزة بتاعتنا زي. انا هشتغل بخيط برينس السوفتي وهستخدم ابرة رقم تلاتة ونص. هبتدي اعمل عقدة البداية بالشكل ده كده. وهشتغل تسع غرز سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بالشكل ده كده. وهبتدي اشتغل آآ عمود بلفة في رابع غرزة سلسلة. يعني هسيب تلات غرز واشتغل فيه الغرزة الرابعة. هبتدي اعد ابتداء من هنا. دي كده اول غرزة التانية التالتة. وفي الغرزة الرابعة. هشتغل فيها عمود بلفة. وهشتغل بعد كده في كل غرزة عمود للفة بالشكل ده كده. يعني هيبقى العمويد عندي في النهاية. سبع غرز عمود بلفة. والسبع غرز دول هيبقوا سابتين معي لنهاية الشال. فاضل كده معي اخر غرزة هشتغل فيها برضو. عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا اتكون معي سبع غرز عمود بلفة. وطبعا هنا دول آآ تلات سلاسل. باعتبرهم اول عمود بلفة معي. بالشكل ده كده. هبتدي السطر اللي بعد كده. هرتفع تلات غرز سلسلة. وهقلب الشغل الناحية التانية. التلات غرز دول عبارة عن اول عمود بلفة معي. يبقى انا كده هنا اشتغلت آآ فاول غرزة عمود بلفة. هبتدي اشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة. وهاشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. يبقى برضو عدد الغرز هيبقى معي سبع غرز عمود بلفة. يبقى اول سطرين. باشتغلهم زي بعض. بالشكل ده كده. اخلي بالي هنا ان ده يعتبر معي عمود بلفة. التلات سلاسل دول يعتبروا عمود بلفة عشان ما تطلق بطيش. يبقى دول كده العمود السابع. هشتغل في تالت غرزة سلسلة منهم عمود بلفة. يبقى كده في النهاية هيبقى برضو سبع يبقى اول سطرين انا باشتغلهم كده عمود بلفة زي بعض. ابتداء من السطر ده هبتدي اعمل الغرزة بتاعتي وزي ما قلتلكم ان الغرزة بتتعامل من تكرار سطرين. آآ البداية الغرزة من السطر ده انا هبتدي اعمل تزايد عشان اكبر الشال بتاعي. هعمل تزايد من الجنب ده والجنب ده. فانا هبدأ آآ السطر الاولاني من تكرار الغرزة. هعمل تزايد عشان الشال يكبر معايا. هبتدي ارتفع تمن غرز سلسلة تلاتة اربعة خمسة ست سبعة تمانية بالشكل ده. وهشتغل في رابع غرزة سلسلة عمود بلفة. هبتدي عد من هنا واحد اتنين تلاتة. وفي الغرزة الرابعة هشتغل فيها عمود بلفة. وهشتغل بعد كده في كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. انا برضو بكون السبع غرز اللي قلتلكو دول بيبقوا سابتين معايا. كمان في بداية كل سطر وانهايته بالشكل ده. انا كده اكون معايا ست غرز عمود بلفة. التلات سلاسل دول اول عمود. كده ستة. انا عايز اشتغل العمود السابع. هبتدي قعدل الشغل بتاعي بالشكل ده. وهشتغل العمود السابع في اول عمود هنا من السطر اللي قبليه. يبقى انا كده كونت في الجنب ده سبع غرز عمود بلفة. هبتدي بعد كده هنا اكون شكل القلب بتاعي. فانا هرتفع اربع غرز سلسلة بالشكل ده كده. هسيب غرزتين من بعد آآ آخر عمود هنا انا اشتغلته. وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. يعني هسيب كده غرزتين. تالت غرزة هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده. وارجع ارتفع اربع غرز سلسلة تاني. وهسيب غرزتين واشتغل في الغرزة التالتة او اخر غرزة هنا هشتغل فيها عمود بلفة. طبعا اخر غرزة اللي هي التالت سلاسل هشتغل في تالت غرزة سلسلة عمود بلفة بالشكل ده كده. انا بعد كده عايزة اعمل تزايد في الجنب ده زي ما انا آآ عملت هنا في الفطر ده تزايد وابتديت بسبع غرز عمود بلفة. طب انا هنا هشتغل سبع غرز عمود بلفة ازاي? انا هعملهم بطريقة الفاوندش. هي انا لسه ما اشتغلتش معاكم في القناة طريقة الفاوندشن دي. ان شاء الله بقى اعمل ليها آآ فيديو. هبتدي الف الخيط على الابرة وادخل في نفس الغرزة اللي انا اشتغلتها او اخر غرزة انا اشتغلتها هدخل فيها تاني. والف واسحب الخيط بالشكل ده كده. هيتبقى معي كده تلات حلقات على الابرة. هالف واخرج من اول حلقة بس. بالشكل كده بالشكل ده كده. انا هنا يعتبر عند اول حلقة كونت السلسلة اللي هي بتبقى اساس شغل الكروشي. طبعا احنا عارفين ان اساس شغل الكروشي ان احنا بنعمل سطر سلاسل وبعد كده بنشتغل فوق السلاسل دي. انا هنا اختصرت سطرين في سطر واحد. انا كده يعتبر عملت السلسلة. السلسلة دي هشتغل عليها في الغرزة اللي بعد كده العمود اللي بعد كده. طبعا يعني هتوضح اكتر لما انا اشتغل معاكم. كده انا بالشكل ده عملت السلسلة اللي هي الاساس. واتبقى معي برضو تلات حلقات تاني على الابرة. هبتدي اشتغل بقى عمود بلفة عادي خالص. هلف واخرج من حلقتين. ولف واخرج من حلقتين. يبقى انا كده اتكون معي عمود بلفة. بقى انا اشتغلت ده تاني عمود او العمود اللي هو ده من السبعة وده التاني. وابتدي اكرر هلف الخيط. وادخل بقى في السلسلة اللي انا قلتلكو عليها اللي هي الاساس. هدخل كده فيها. اللي هي بتبقى هنا تحت. من الضلعين بتوعها. بالشكل ده بحيس ان انا يبقى معي ضلعين على الابرة. اهو. بالشكل ده. وهلف واخرج كده. هيبقى معي تلات حلقات. هلف واخرج من اول حلقة بس. انا كونت السلسلة اللي انا هشتغل فيها اه العمود اللي بعد كده. بقى معي تلات حلقات. هشتغل بقى عمود بلفة عادي خالص. بالشكل ده كده. وهبتدي اكرر تاني. هدخل عند السلسلة اهي. وهلف واسحب. واخرج من اول حلقة بس. وبعد كده اشتغل عمود بلفة. بالشكل ده. كده انا اشتغلت اربع غرز عمود بلفة. المفروض ان انا هشتغل لما يبقى عدد الغرز سبعة. هلف الخيط. وادخل كده. من عند الضلعين. بالشكل ده كده. واسحب الخيط. وابتدي اخرج من اول حلقة. واشتغل عمود بلفة. وهكرر تاني. بالشكل ده كده. اهو. وفاضل معي اخر عمود بلفة. بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. وده كده شكل غرزة الفاونديشن. شكلها من فوق. كده يبقى زي شكلها من تحت. بالشكل ده. يبقى انا عملت كده تزايد في الجنبين. وبداية السطر بسبع غرز عمود بلفة. وانهايته برضو بسبع غرز عمود بلفة. يبقى ده كده اول سطر من تكرار الغرزة بتاعتي بعمل فيه التزايد ده. بعد كده السطر التاني انا هشتغله بدون التزايد. هرتفع تلت غرز سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وابتدي اشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. يعني برضو هيبقى توتل العمويت سبعة. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. وبعد كده انا هكون بقية رسمة القلب. انا هنا ابتدتها في السطر الاولاني والسطر التاني هكملها. هبتدي ارتفع اربع غرز سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهشتغل آآ غرزة او هعمل بيكم مقفولة بغرزة حشو. في تالت غرزة سلسلة. يعني هسيب غرزتين وفي الغرزة التالتة. هدخل فيها. اشتغل غرزة حشو. بالشكل ده كده. وهرجع اشتغل بعدها غرزتين سلسلة. هسيب بقى الجزء ده مش هشتغل عنده حاجة. وهرجع اشتغل هنا في السبع عمويد. هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة. هيبقى العمويد برضو معي سبع غرز عمود بلفة. دي كده اخر غرزة اللي هو التلات سلاسل. دول يعتبروا معي عمود بلفة. هشتغل في تالت غرزة سلسلة. عمود بلفة. يبقى انا كده خلصت السطر التاني من تكرار الغرزة وشكل القلب كده اتكون معي. اهو. بالشكل ده كده. وهبتدي اكرر بقى السطرين دول تاني. هبتدي اعمل السطر الاولاني. زي ما اتفقنا السطر الاولاني بعمل فيه تزايد من الجنبين عشان اكبر الشال من كل جنب. فانا الجنب الاولاني هرتفع فيه تمن غرز سلسلة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بالشكل ده. وهشتغل عمود بلفة في رابع غرزة سلسلة. هبتدي اعد من هنا واحد اتنين تلاتة. وفيه الغرزة الرابعة هشتغل عمود بلفة. بالشكل ده كده. وفي كل غرزة هكمل فيها عمود بلفة. ده هنا اخر غرزة هشتغل فيها برضو عمود بلفة. هيبقى تلق الغرز معي كده ست غرز عمود بلفة. العمود السابع هبتدي اعدل الشغل كده واشتغل اخر عمود هنا في اول غرزة هتقابلني من السطر اللي فات. هيبقى كده انا اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. بعد كده انا هبتدي اكون شكل القلب. فهرتفع اربع غرز سلسلة بالشكل ده كده. وهسيب غرزتين من بعد اخر عمود هنا انا اشتغلته وهشتغل فيه الغرزة التالتة غرزة حشو. وارجع ارتفع تاني اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيه الغرزة التالتة او اخر غرزة. هشتغل عمود بلفة بالشكل ده كده. يبقى انا آآ السطر بتاعي بعمل فيه. يبقى عارفين ان انا بشتغل آآ مجموعة سبع عمود بلفة والمجموعة اللي وراها بعمل شكل القلب. هنا انا عملت شكل القلب يبقى المجموعة اللي جاية هعمل فيها سبع عمود وهكزا. فانا دلوقتي المفروض ان انا هشتغل سبع غرز عمود بلفة. انا اشتغلت كده يعتبر اول عمود منهم. هنا في اخر غرزة من السطر اللي فات. هبتدي اشتغل عند الجزء بتاع السلاسل هنا ده اللي انا اشتغلت فيه بيكو. هنا انا هقلب كده يعني آآ هي ده شكل السطر بيبقى آآ غرزة البيكو القمة بتاعتها الفوق. هبتدي انزلها لتحت كده. واشتغل عند غرزتين السلسلة دول. هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. ده كده اول عمود. والغرزة اللي بعدها كمان هشتغل عمود بلفة. غرزة البيكو زي ما احنا اتفقنا هنزل قمة بتاعتها لتحت عشان دي اللي هتديني رسمة القلب. هبتدي اشتغل في قلب غرزة الحشو بتاعت البيكو دي كمان عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهيتبقى مع برضو غرزتين سلسلة. هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. ده كده اول عمود. وده التاني بالشكل ده. انا كده العمودة عندي ست غرز عمود بلفة. اخر عمود اللي هو السابع. هشتغلوا هنا فوق اول عمود من المجموعة بتاعت السطر اللي فات. يبقى انا كده اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. بعد المجموعة بتاعت السبع غرز دول انا هكون القلب. فهبتدي ارتفع اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيه الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. وارجع اشتغل تاني. اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيه الغرزة التالتة هشتغل فيها عمود بلفة او اخر غرزة من آآ السطر اللي فات. بالشكل ده كده. طيب انا هنا السطر الاولاني من تكرار الغرزة بعمل التزايد. انا عملت هنا التزايد بتمن غرز سلسلة. التزايد اللي في الجنب ده انا هشتغل بطريقة هلف الخيط على الابرة ودخل في نفس الغرزة اللي انا اشتغلت فيه عمود بلفة بالشكل ده كده. وهبتدي آآ كده معي تلات حلقات. هبتدي الف الخيط واخرج من اول حلقة. كونت كده الاساس او السلسلة اللي انا هشتغل عليها الغرزة اللي بعد كده. معي تلات حلقات برضو. هشتغل فيهم عمود بلفة عادي. وهكرر هدخل بقى عند السلسلة. زي ما احنا اتفقنا. الضلعين بتوعها اهو. وهخرج كده معي تلات حلقات. هلف واخرج من اول حلقة بس. وبعد كده هشتغل عمود بلفة عادي. وهكمل كده لغاية لما يبقوا عدد العمويد معي. سبع غرز عمود بلفة. بالشكل ده كده. فوضل معي اخر عمود. بالشكل ده كده يبقى انا كده اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. بانا كده عملت تزايد من الجنب ده. وتزايد من الجنب ده. السطر التاني من تقرار الغرزة بتاعتنا باشتغله بدون تزايد. هرتفع تلات غرز سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية. وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. انا هنا السطر ده هكمل بقية الرسمة بتاعت القلب. فهبتجي ان انا اعمل آآ البيكو. هرتفع اربع غرز سلسلة. وهشتغل بيكو في تالت غرزة هنا. مقفولة بغرزة حشو بالشكل ده. وراها غرزتين سلسلة. هسيب الجزء ده كله. وهشتغل بعد كده في اول غرزة هنا عمود بلفة. وفي كل غرزة من السبع عمويد هشتغل فيها عمود بلفة. وهبتدي اعمل بقية في الجزء ده برضو شكل آآ القلب اكمله. هبتدي ارتفع اربع غرز سلسلة بالشكل ده كده. هشتغل بيكو مقفولة في غرزة حشو في تالت غرزة سلسلة بالشكل ده. وراها غرزتين سلسلة. وهسيب الجزء ده كله. وهشتغل عمود بلفة هنا في اول عمود وفي كل غرزة من السبع مويد هشتغل فيها عمود بلفة. بالشكل ده كده. يبقى انا اول لما شوف عندي السطرين دول اكتمل وفوق بعض آآ عمود بلفة يبقى اعرف كده ان انا خلصت تكرار الغرزة وهبتدي السطر الجديد اكرر السطرين تاني. يعني هعمل تزايد من الجنب ده ومن الجنب ده. هبتدي معاكم تاني. هرتفع الجنب ده هعمل فيه تزايد بتمن غرز سلسلة. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بالشكل ده. وهشتغل في رابع غرزة سلسلة عمود بلفة. في كل غرزة هعمل فيها عمود بلفة. بالشكل ده كده توتل الغرز معايا ستة غرز عمود بلفة. العمود السابع هبتدي قعدل للشغل وهشتغل وهنا في اول غرزة من السطر اللي فات. طالما انا عملت هنا مجموعة العمود بلفة يبقى المجموعة الوراها هكون شكل القلب. هرتفع اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيه التالتة هشتغل غرزة حشو. هرتفع تاني اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيه الغرزة التالتة. هعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. وطبعا المجموعة اللي جاية انا كده كونت شكل القلب. يبقى المجموعة اللي بعدها هشتغل السبع عمويد. ده كده اول عمود من السبع عمويد. هبتدي اقلب السلاسل كده بالشكل ده. اخلي القمة بتاعة آآ البيكو لتحت. وابتدي هنا اشتغل فيه الغرزتين دول. كل غرزة منهم عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهي عند البيكو هشتغل في قلب غرزة الحشو عمود بلفة. بالشكل ده. والغرزتين السلسلة اللي فضلين هشتغل في كل غرزة منهم عمود بالشكل ده كده العمود السابع والاخير هشتغلوا هنا في اول غرزة من السطر اللي قبليه. وهبتدي بقى اقرر تاني. هشتغل هنا المجموعة آآ اللي جاية. هعمل غرزة القلب. هرتفع اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفي الغرزة التالتة هشتغل غرزة حشو. هرتفع تاني اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفي الغرزة التالتة. هشتغل عمود بلفة. بالشكل ده. مجموعة اللي جاية هكمل بقية السبع عمويت. ده كده اول عمود منهم. هبتدي ان انا انزل آآ غرزة البيكو كده لتحت. هنا عندي غرزتين سلسلة. هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهشتغل في قلب غرزة البيكو نفسها او غرزة الحشو. هعمل فيها برضو عمود بلفة. والغرزتين اللي بعدها هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده كده. كده انا معي ست غرز عمود بلفة. العمود السابع هشتغلوا هنا في اول غرزة من السطر آآ اللي فات. يبقى كده العمويت سبع غرز عمود بلفة. بعد كده انا هنا هكون القلب هلتفع اربع غرز سلسلة هسيب غرزتين وفي التالتة غرزة حشو. هلتفع تاني اربع غرز سلسلة هسيب غرزتين. وفي اخر غرزة هنا اللي هي آآ تالت غرزة سلسلة هعمل عمود بلفة بالشكل ده كده. فاضل ان انا اعمل التزايد في الجنب ده بطريقة هدخل في نفس الغرزة. هخرج من اول حلقة وهكمل العمود بلفة عادي خالص. يعني هشتغل زي ما انا ورتكو في البداية بالشكل ده. هكمل كده بنفس الطريقة. لغاية لما يبقى عدد الغرز معي سبع غرز عمود بلفة. بالشكل ده كده انا اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. يبقى ده كده السطر الاولاني من تكرار الغرزة. السطر التاني هعمله من غير تزايد. هرتفع تلات غرز سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية. وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهنا هكمل آآ بقية غرزة القلب. هرتفع اربع غرز سلسلة بالشكل ده. وهاجي عند تالت غرزة هعمل بيكم مقفولة بغرزة حشو. هرتفع وراها غرزتين سلسلة. بالشكل ده كده. وهاجي اسيب الجزء ده. وهشتغل هنا عند اول غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهكمل كده هشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهرجع اكرر هنا هنا تاني. هرتفع اربع غرز سلسلة. وهشتغل في تالت غرزة بيكم مقفولة بغرزة حشو. وراها غرزتين سلسلة. هسيب الجزء ده كله. وهاجي هنا اشتغل عمود بلفة في اول غرزة هنا. وهكمل فوق كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. وهكرر بنفس الطريقة الجزء ده. وارجع لكم. بالشكل ده كده. انا خلصت السطر التاني من تكرار الغرزة. وده كده شكلها. اهو طالما انا عندي هنا اكتمل وسطرين عمويد فوق بعض. يبقى انا كده خلصت التكرار. وهبدأ آآ ابتدي قاعدهم تاني ابتداء من السطر اللي جاي. طبعا الناحية دي هعمل تزايد بتمن غرز سلسلة. بالشكل ده. وهشتغل في رابع غرزة سلسلة عمود بلفة. وهكمل كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. بالشكل ده كده معي ست غرز عمود بلفة. هبتدي قاعدل الشغل كده وهشتغل العمود السابع هنا في اول غرزة. هنا الجزء ده هعمل آآ القلب. هرتفع اربع غرز سلسلة بالشكل ده كده. هسيب غرزتين وفي الغرزة التالتة هشتغل فيها غرزة حشو. هشتغل اربع غرز سلسلة تاني. هسيب غرزتين وفي الغرزة التالتة او اخر غرزة هنا هشتغل فيها عمود بلفة. بالشكل ده كده. وانا هشتغل بعد كده عند البيكو. هكمل آآ العمويد بلفة بتاعتي السبعة. ده كده اول عمود منهم. هشتغل هنا في كل غرزة من آآ السلسلتين دول عمود بلفة. وزي ما قلت لكم بقلب البيكو كده لتحت. علشان تديني رسمة القلب. وهشتغل في في قلب غرزة الحشو نفسها كمان عمود بلفة. والسلسلتين اللي بعد كده. كل غرزة منهم عمود بلفة بالشكل ده. وهنا هشتغل العمود السابع في آآ اول غرزة هنا من السطر اللي فات بالشكل ده كده. وهكرر كده تاني بنفس الطريقة. هعمل هنا آآ اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين. وفي الثالثة غرزة حشو اربع غرز سلسلة عمود بلفة هنا. هكمل كده بنفس الطريقة وارجع اعمل معيكو التزايد في الجنب ده. بالشكل ده كده انا وصلت لنهاية السطر. فاضل ان انا اعمل تزايد في الجنب ده بطريقة الفونديشن. هلف الخط وادخل في نفس الغرزة. وهلف واخروج من اول حلقة. وبعد كده اشتغل عمود بلفة. وهكرر كده. لغاية لما يبقى معي عدد الغرز سبع غرز عمود بلفة. بالشكل ده كده انا اشتغلت سبع غرز عمود بلفة. السطر التاني من تكرار الغرزة هشتغل بدون تزايد. هرتفع تلات غرز سلسلة. وهقلب الشغل الناحية التانية. وهشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. هكمل هنا بقيت شكل القلب. هرتفع اربع غرز سلسلة. هسيب غرزتين وفيقه التالتة هعمل بيكم مقفولة بغرزة حشو. ووراها غرزتين سلسلة. هسيب الجزء ده كله. وهشتغل عمود بلفة في اول غرزة من السطر اللي فات. وفي كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. بالشكل ده كده. وهكرر برضو هنا تاني بنفس الطريقة. هكمل هنا شكل القلب. هرتفع اه اربع غرز سلسلة. هشتغل بيكم في تالت غرزة مقفولة بغرزة حشو. غرزتين سلسلة. وهشتغل هنا فوق كل عمود عمود بلفة. انا كده هكمل بنفس الطريقة لنهاية اه السطر. وزي ما انا قلتلكم ان الغرزتين عندي او تكرار الغرزتين بيتكون لما انا اه بشوف هنا السطرين اه فيهم سبع غرز عمود بلفة. يبقى انا خلاص من السطر الجديد هبتدي اشتغل هنا تزايد. والجنب التاني كمان تزايد. وطبعا زي ما انا قلتلكم ان احنا بنشتغلها اه بالتبادل. يعني هنا عملت السبع عمويد وراها قلب. هنا السبع عمويد هيبقى هنا وراها قلب وهكزا. بالشكل ده. انا هكمل كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. وكمان هرتفع آآ كام سطر من الغرزة. وارجع اوريكم شكل الغرزة عامل ازاي. ده كده انا اشتغلت كام سطر من الغرزة. وبنمشي بنفس التسلسل زي ما قلتلكم. آه هي سهلة وبسيطة. وكمان في نفس الوقت شكلها جديد. اتمنى ان شاء الله ان هي يكون عجبتكم. ياريت بقى تشجعوني بلايقات على الفيديو. واللي ما اشتركش يشترك في القناة. وكمان تكتبوا لي تعليقات. تقولولي رأيكم ايه في الفيديو. وتشجعوني بكمنتات جميلة. آآ شكرا لكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وغرزة جديدة.